أهلاً بكم بركني التعليمات مع Board Game Space أنا عمر تنيرا واليوم نشرح لكم كيف تلعب لعبة المخرب لعبة المخرب من تصميم فريدريك مويرسون أنتجتها شركة أميغو وعربتها شركة Board Game Space اللعبة تلعب بثلاث إلى عشر لاعبين تستغرق لما يقارب نص ساعة في لعبة المخرب اللاعبين بيكونوا عبارة عن مجموعة من الأقزام حفارين وخربين الحلو في الموضوع ما حد يعرف من المخربين هدفكم في اللعبة جمع أكبر عدد من القطع الذهبية وفي نهاية اللعبة اللاعب اللي عنده أكبر عدد من القطع الذهبية هو اللاعب الفائز قبل ما نبدأ اللعب بدنا نوزع الكروت لأربع مجموعات الأنفاق والحركات القطع الذهبية الأقزام وآخر شيء بطاقات الهدف بعدين بناخد بطاقات الأقزام بنقسمها لمجموعتين حفارين ومخربين وحسب عدد اللاعبين بنشوف كم حفار وكم مخرب هيكون عنا وفي هذه اللعبة لأننا نضبطها لخمس لاعبين هيكون عنا أربع حفارين مخربين بنخربط الكروت بشكل جيد وبنعطي لكل لاعب كرت بيشوفوا عشان يعرف دوره ولكن ما بيكشفوا للآخرين والكرتر زيادة بنحطوا على جنب الطاولة وبنشوفوا نهاية الجولة بعدين بنجيب بطاقات الهدف وبطاقة البداية بطاقة البداية بنحطها على طرف الطاولة وبطاقات الهدف اللي في واحدة منها فيها الذهب بنخربطهم بشكل جيد وبنحطهم على بعد سبع بطاقات من بطاقة البداية للتسهيل في كتاب القوانين موجودة بطاقة البداية وين تنحط وبطاقات الهدف وين تنحط وبطاقات الهدف الأخرى بنحطها على بعد بطاقة من البطاقة اللي في النص بعدين بنجيب بطاقات الأنفاق والحركات بنخربطهم بشكل جيد وبنوزع بطاقات على اللاعبين حسب عددهم ولأنه احنا بنلعب بخمس لاعبين هنوزع لكل واحد ست بطاقات وبقية البطاقات بنحطهم على جنب الطاولة بعدين بنجيب بطاقات القطع الذهبية بنخربطها بشكل جيد وبنحطها جنب بطاقات الأنفاق والحركات على طرف الطاولة والحين أصغر لاعب سنن هو اللاعب اللي بيبدأ اللعبة بعدين بتتقل لللاعب اللي عليها صاره كل لاعب في دور لازم يلعب بطاقة من بطاقات الستة اللي في إيدو إما بأخذ بطاقة نفق ولعبها أو بأخذ بطاقة حركة ويحطها قدام لاعب آخر أو بيختار بطاقة من إيدو من غير أي لاعب تاني ما يشوفها وبيحطها في كومة البطاقات المستخدمة بعد ما تخلص دورك تسحب كرت مكان الكرت اللي انت لعبته وبيبدأ دور اللاعب اللي عيسارك تلعب بطاقات الأنفاق علشان تقدر توصل من نقطة البداية حتى بطاقات الهدف وعلشان تلعبها في عندك شرطين الشرط الأول أنه لازم تكون الأطراف متطابقة يعني هنا متصلة، هنا مش متصلة فما بقدر لعبها بأي جانب مش متصلة فيه أو ما بقدر لعبها بالجانب هاي لأنه الأطراف مش متصلة أو خلينا نسميها متطابقة والنقطة الثانية ما بقدر لعب أي كرت بالطول لازم كل الكروت تلعب بالعرض سواء كانت بهذا الشكل أو بهذا الشكل وطبعا هذا الشكل ما يزلط معنا لأنه هون مش متطابقة الأطراف بنيجي للعب بطاقات الحركة اللي بتلعب قدام نفسك أو قدام لاعب آخر والبطاقات هي فيها عدة مجموعات أول مجموعتين عنا الأدوات المكسورة ومجموعة الأدوات السليمة الأدوات المكسورة لو حطيتها قدام أي لعب ما بقدر يلعب أي لعبة من بطاقات الأنفاق فبالتالي في دوره أما أنه بلعب بطاقة حركة أو أنه بامتنع عن اللعب وهي هنشرحها بعد شوي الأدوات السليمة تستخدم لإزالة الأدوات المكسورة يعني لو أمامي أو أمام أي لعب آخر هذه الأدوات المكسورة على سبيل المثال أنا ممكن أستخدم أداة سليمة مطابقة للرمز هذا علشان خاطر أن أشيلها يعني ما بقدر أستخدم الكرت هذا على سبيل المثال في بعض البطاقات السليمة اللي موجود عليها رمزين هذه البطاقات تعتبر زي الجوكر ممكن تشيل كرت واحد فقط من هدول الكرتين ما بقدر أشيل فيها الكرتين هدول على سبيل المثال يعني لو أنا قدامي هدول الكرتين ما بقدر أستخدم الكرت هذا لإزالة الكرتين هدول ولكن بقدر أستخدمه لإزالة واحدة من هدول الكرتين فقط من بطاقات الحركة الأخرى بطاقة الخريطة والانهيار الصخري بطاقة الخريطة لما تلعبها سواء لعبتها أمامك أو أمام أي لعب آخر اللاعب اللي اللعبت أمامه البطاقة هاي بإمكانه يطلع على بطاقة من بطاقات الهدف ولما يطلع عليها هو هالوحيد اللي هيكون بيعرف إيش تحت البطاقة هاي من غير ما يشارك مع بقية اللاعبين وبيأخوا بطاقة الخريطة وبيحطها عند البطاقات المستخدمة أما بطاقة الانهيار الصخري سواء لعبتها لنفسك أو للاعب آخر اللاعب اللعبتها إلو هيكون بإمكانه أنه يشيل بطاقة عن بطاقات الأنفاق فممكن على سبيل المثال المخربين يشيلوا أقرب بطاقة لبطاقة اللعب ويرموها في البطاقات المستخدمة وغالبا الحفارين هيشيلوا بطاقات النفق المسدود عشان خاطر يسهلوا على حالهم الطريق ثالث شي ممكن يعملوا أي لاعب الامتناء عن اللعب لأنه باختصار مش قادر يلعب أو أنه ما بديوا يلعب أي كرت من الكروت الموجودة في إيده فبالتالي بياخد كرت من الكروت الموجودة في إيده من غير ما يشوفها بقية اللاعبين وبيحطها في كومة البطاقات المستخدمة ودائما لما بتلعب أي كرت تسحب كرت تاني مكانه تنتهي اللعبة لما لاعب يلعب بطاقة نفق متصلة ببطاقة الهدف نكشف بطاقة الهدف إذا كانت بطاقة نفق أخرى عادي بنكمل ما في أي مشكلة ولكن إذا كانت هي بطاقة الذهب المطلوبة تنتهي الجولة على الفور وممكن تنتهي الجولة إذا انتهت بطاقات كومة السحب وما في أي لاعب من اللاعبين بيادر يلعب أي بطاقة إذا فازوا الحفارين إنهم قد يوصلوا من بطاقة البداية إلى بطاقة الكنز آخر لاعب حط بطاقة متصلة بطاقة الكنز بيسحب بطاقات قطع الذهب على حسب عدد الحفارين فقط بيشوفهم وبيختار بطاقة من غير ما يقول للناس على عدد القطع الذهبية الموجودة في البطاقة هاي بيخبيها قدامه وبيعطي بطاقات الذهب لتاني لاعب حفار على إيده اليسار وهكذا حتى يحصل كل حفار على بطاقة قطعة ذهب أما إذا فازوا المخربين لأن الحفارين ما أدروا يوصلوا بطاقة الذهب بيحصل كل منهم على قطع ذهبية حسب عدد المخربين في الحالة هاي بيحصل كل واحد منهم على ثلاث قطع ذهبية مش ثلاث بطاقات قطع ذهب بس تنتهي الجولة الأولى نبدأ بالجولة اللي بعديها ما تنسوا تعيدوا توزيع بطاقات الأقزام بطاقات الهدف وتخربطوا بطاقات الأنفاق والحركات كتير كويس تنتهي اللعبة بعد ثلاث جولات واللاعب الفائز هو أكتر لاعب عنده قطع ذهبية في حالة التعادل بتشارك اللاعبين الفوز وبهيك بنكون خلاصة شرح لعبة المخرب استنونا بلعبة جديدة في ركن التعليمات مع Board Game Space اشتركوا في القناة